على وقع استفاف محاور وفي منطقة مشتعلة بالنيران حتى الطائرة الرئيس الإيراني حسن روحاني في بغداد في أول زيارة له منذ توليه المنصب وعبر بروتوكول غير مألوف في السياسة توجه روحاني إلى الكاظمية قبل أن يستقبل رسميا في قصر السلام حيث سيقيم ثلاثة أيام بحسب جدول أعمال الزيارة التي مهد لها وزير خارجيته محمد جوالظريف لم يتأخر روحاني كثيرا حتى نطق بمضمون الزيارة المموهة اقتصاديا فقال إن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن العراق وتلك جملة لن تسمع في أي مكان كما في واشنطن المعني الأول ربما بالزيارة يجيب رئيس الجمهورية برهم صالح بأن العراق بلد محظوظ بجيرانه كتركيا وإيران وذلك الحظ تجلى بتعاون البلدين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب ليس غريبا على الحكومة في بغداد استقبال مسؤول إيراني لكنها اعتادت على سليماني الزائر المستمر أو ضريف أو غيرهم متى تفرق جمع ساسة العراق الجدد واحتاج الأمر لتدخل طهران صاحبة اليد الطولة في العراق لذا لن يجد روحاني الكثير من الملفات التي تستحق المراجعة في بغداد إذ يستأثر الحرس الثوري بتفاصيل العلاقة بين البلدين لكن توقيتها يجعل طهران تمرر رسائل ثقيلة إلى واشنطن بأن لها كلمة عليا تكشر حتى العقوبات الأمريكية على إيران وذلك ما جعل ضريف يشكر حكومة عبد المهدي على عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية تسريبات صحفية تحدثت عن وضع روحاني ملف الوجود الأمريكي في العراق على أي طاولة حوار يديرها مع المسؤولين في العراق ما قد يصاعد من الصراع الأمريكي الإيراني في البلاد ويدفع واشنطن لخطوات تصعيدية جريدة خصوصا إذا قدم مشروع قانون أخراج القوات الأجنبية من العراق إلى البرلمان في الجلسات المقبلة رسالة روحاني قد تكون إجابة على أخرى سبقها بها ترامب وسط محيط متغير وثوا بتهشة لكن الثابت الوحيد هو أن حكام العراق الجدد ليس لهم من أمرهم شيء فضلا عن بلد يديرونه صار ساحة ومغنما للطامحين